أهلا بكم في قناة قصص تاريخية طلعت حرب هو مفكر مصري ويعد أحد أهم أعلام الاقتصاد في تاريخ مصر ولقب بأبو الاقتصاد المصري حيث أسس بنك مصر ومجموعة الشركات التابعة له بما فيها شركة مصر للطيران ومصر للغزل والنسيج وشركة مصر لصناعة وتكرير البترول ولد طلعت حرب في عام 1867 بحي الجمالية وحفظ القرآن في طفولته وحصل على شهادة مدرسة الحقوق وكان من أوائل الخرجين اهتم طلعت حرب بدراسة الاقتصاد وعمل في بداية حياته العملية في الدائرة السنية التي كانت تدير الأملاكة الخدوية الخاصة ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات لمعت قدرات طلعت حرب في إدارة المشروعات ما دعا بعض الأعيان والأغنياء في مصر للاستعانة به لإدارة أملاكهم ما أدى لزيادة خبرته في الأمور الإدارية والتجارية وحصل على لقب البكوية في عمر الثامنة والثلاثون في تلك الفترة كانت مصر تعاني من استحواذ الأجانب على كافة المناصب والأعمال التجارية فقدم طلعت حرب رؤيته الفكرية عن كيفية إحداث ثورة اقتصادية وذلك من خلال كتابه علاج مصر الاقتصادي وإنشاء بنك للمصريين رأى طلعت حرب أن هناك ضرورة لإنشاء بنك مصري وطني رغم وجود البنك الأهلي والبنك المصري إلا أنهما كان مخصصين لتمويل الأجانب فقط فدعى طلعت حرب لإنشاء بنك مصر لخدمة المصريين خاصة الفلاحين وتقديم الدعم للشركات الصغيرة المتعسرة ماديا لاقت دعوته استجابة واسعة لكنه واجه معارضة قوية من السلطات الإنجليزية فتعثرت الفكرة لسنوات إلى أن استطاع أخيرا إقناع أعيان البلاد وكبرائها بالفكرة فتقرر إنشاء بنك مصري فسافر طلعت حرب إلى أوروبا لعمل دراسة كافية عن خطوات إنشاء البنك ومصرفاته وأسلوب إدارة البنوك في الدول الأوروبية في عام 1920 تم افتتاح البنك رسميا وبدأت رحلة بنك مصر في تمصير الاقتصاد المصري والنهوض به حيث قام بإنشاء أول مطبعة مصرية ثم توالت الشركات المصرية التي ينشئها البنك مثل شركة مصر للألبان ومصر للكيمويات ومصر للتأمين وأنشأ شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الأجنبية بنزيون وصدناوي ساهمت مشاريع طلعت حرب في إذكاء الروح الوطنية وشجعت المصريين على الإدخار حتى أن البنك قام بتوزيع حصلات على تلاميذ المدارس الابتدائية لكن على الرغم من النجاح الذي حققه بنك مصر والإنجازات الاقتصادية التي قام بها إلا أنه واجه أزمات مفتعلة من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزي ومع بدء الحرب العالمية الثانية حدثت حالة من الكساد الاقتصادي ودفعت المخاوف الكثيرين لسحب ودائعهم لدى بنك مصر مما تسبب في أزمة سيولة حيث كانت معظم الأموال تدور في مشروعات وزاد من الأزمة سحب صندوق توفير البريد كل ودائعه من البنك حاول طلعت حرب الحصول على قرض من البنك الأهلي فرفض المحافظ الإنجليزي للبنك وقتها أن يقرضه بضمان محفظة الأوراق المالية فذهب طلعت حرب إلى وزير المالية لحل هذه المشكلة وطلب منه إما أن تصدر الحكومة بيانا بضمان ودائع الناس لدى البنك أو أن تحث البنك الأهلي على أن يقرض بنك مصر مقابل المحفظة أو أن يأمر بوقف سحب ودائع صندوق توفير البريد إلا أن وزير المالية رفض اقتراحات طلعت حرب لأسباب سياسية وانتخابية لكنه اقترح حلا لهذه الأزمة بشرط تقديم طلعت حرب لاستقالته فقبل طلعت حرب على الفور هذا الشرط من أجل إنقاذ البنك وقال كلمته المشهورة مدام في ترك حياة للبنك فلأذهب أنا وليعيش البنك وبالفعل استقال طلعت حرب من إدارة بنك مصر وتم حل الأزمة وانتقل طلعت حرب للعيش في قرية صغيرة في دمياط حيث عاش بعيدا عن الأضواء إلى أن توفي في عام 1941 عن عمر يناهز 74 عاما حضر جنازته مندوب الملك ومصطفى النحاس باشا والعديد من الشخصيات السياسية البارزة ونعاه العديد من الشعراء بقصائد رفاء منهم أمير الشعراء أحمد شوقي إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر